بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إذا كنت تنتظر بشارة من أحد تنتظر خبرا جيدا من أحد وتأخرت عليك هذه البشارة وتأخرت الأخبار الجيدة شهرا بعد الشهر ماذا تفعل كي يعجل الله سبحانه وتعالى لك هذه البشارة كي يعجل لك هذه الأخبار الجيدة التي أنت تنتظرها رجال رجال اسمع رجال استمعي عن مولانا الباقر عليه السلام قال إذا أردت أن يعجل الله سبحانه وتعالى عليك البشارة وأن تأتيك الأخبار الطيبة عاجلا غير آجل شيء أنت تنتظره فيأتيك عاجلا ببشارة كبيرة قل يا من لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هو يا من سد الهواء بالسماء وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء ائتني بروح منك وفرج من عندك الإمام الباقر عليه السلام عندما جاء إلي هذا الرجل عندما قال هذه الكلمات يقول هذا الرجل والله والله من فجر عمود الصبح حتى جاءت إلي الأخبار الطيبة والبشارة التي كنت أنتظرها رجاء جرب ولا تشك برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين عليه السلام وهذا الدعاء نفسه علمه جبرائيل عليه السلام لنبينا يعقوب عليه السلام وإذا عند الصبح قرأه ليلا وعند الصبح جي إليه بقميص يوسف وجاءت البشارة جرب ولا تشك خادمكم أمين محمد ترجمة نانسي قنقر